مفهوم أهمية تحليل هيكل رأس المال الهدف الأول تقييم مدى المخاطر التي تتعرض لها الشركة من خلال تحليل مكوناتها تحليل الرافعة المالية Financial Leverage وهي نسبة الديون التي تستخدمها الشركة لتمويل الأصول حيث أن استخدام الرفع المالي يؤدي لزيادة العائد لحملة الأسهم ولكن في نفس الوقت يؤدي لارتفاع المخاطر تحليل تكلفة رأس المال كل مصدر من مصادر التمويل له تكلفة مختلفة ولهذا هيكل رأس المال سوف يؤثر على تكلفة رأس المال تقييم كفاة سياسات التمويل التي تتبعها إدارة الشركة بخصوص اختيار تمويل الأمثل من الخصوم وحقوق الملكية وذلك للوصول لأقل تكلفة رأس المال الممكنة وبالتالي تعظيم قيمة الشركة تقييم قدرة المنشأة على الاستمرار من خلال قدرتها على سداد التزاماتها أي مدى كفاية موارد الشركة للوفاء بالتزاماتها في مواعيد استحقاقها